هوي بريس نحو إعلام هادف مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار وما يتم آداؤه من الفوائد يتعلق بثمن الأجل ومقابل الخدمات فيما الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصادي في البلد وفي هذا الصدد طالب الدكتور رشيد بن كيران في مقاله المعنون بوزير الأوقاف يتجاصر في الدرس الحسني على المجلس العلمي الأعلى بتدخل المجلس العلمي الأعلى لإزالة التشويش الذي افتعله وزير الأوقاف بالقول إن القروض البنكية ليست قروضاً ربوية حيث كتب بعدما أوضح بطلان ما ذهب إليه التوفيق وبناء على هذا التشويش الذي حصل من الوزير في ذلك المجلس ومن باب الأمانة التي يتحملها المجلس العلمي الأعلى وفي إطال مشروع التبليغ من أجل حياة طيبة فإنه ينبغي أن يصدر عن المجلس العلمي الأعلى ما يزيل هذا التشويش من جهته طالب الدكتور خالد الصمدي في مقاله هل الدروس الحسنية منبر للإفتاء؟ تدخل المؤسسة الدستورية المخول لها الإفتاء فيها كذا نازلة حيث كتب وفي انتظار صدور فتوى المجلس العلمي الأعلى صاحب الاختصاص في هذه النازلة حتى تتضح الرؤية للناس يبدو إنه في هذه النازلة لم يحالف التوفيق السيد الوزير أحمد التوفيق هوية بريس نحو إعلام هادف